كالمطر تنهال قذائف الأسد على الشمال السوري مستهدفة بشكل مباشر الأحياء السكنية والمرافق العامة والبنى التحتية ترجمة لسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها المستبدون الوضع الإنساني الكارثي دفع منظمة أطباء بلا حدود للتحذير من نتائج استمرار التصايد العسكري شمالي سوريا الأمر الذي يعرقل تقديم المساعدات للقاطنين هناك وخاصة الخدمات الطبية المنظمة أكدت في بيان لها أن المرافق الصحية والمستشفيات لم تسلم من قصف قوات الأسد ما أثر على عملها وقدرتها على تقديم الرعاية الصحية قصف قوات الأسد المكثف على مدن وقرى الشمال أصاب نقطة مراقبة تركية في قرية بلينتابري في حلب ليرد الجيش التركي بقصف نقاط عسكرية لسلطة الأسد في سراقب شرقي إدلب كما قصفت مدفعية الفصائل المقاتلة نقاطا تابعة لقوات الأسد في قرية الجرادة بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرح في صفوفها وفق موقع بلد نيوز من جانب آخر بدأ الدفاع المدني السوري حملة إزالة مخلفات القصف غير المنفجرة خاصة في المناطق التي استهدفتها قوات الأسد بالقذائف العنقودية المحرمة دوليا كما نشر تحذيرات للسكان والعملين في المجال الإنساني من خطورة الاقتراب من هذه المخلفات وإبلاغ المنظمة عن المشاهدات بشكل مباشر والذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة التصعيد العسكري وحالة الانفلات الأمني والاشتباكات المتفرق على الأرض السورية أودت بحياة 17 طفلا وتسببت بمئات الإصابات وفق منظمة أنقذ الطفولة مؤكدة أن هذه الأعمال أوقفت المدارس شمالي سوريا وحرمت مئات الآلاف من الماء والكهرباء في مناطق أخرى من سوريا للمفارقة فإن سلطة الأسد تتعرض لقصف بات شبه دائم من سلاح الجو الإسرائيلي وأيضا لقصف كثيف من المدفعية الإسرائيلية استهدف مؤخرا جنوب سوريا ليرد الأسد بقصف الأحياء السكنية في إدلب وريف حلب بوابل من الصواريخ والقذائف بدلا من الاحتفاظ بحق الرد كما في كل مرة اشتركوا في القناة